حفل لوضع حجر لساس في إحدى مكونات برلمج السدود والأحواض المائية الكبرى ضمن خطة عمل إدارة الهيدرولوجيا والسدود بوزارة المياه والصرف الصحي التي تسعى إلى تحقيق استراتيجية مائية طموحة للبلاد الحفل بإشراف وزير المياه والصرف الصحي سيد محمد الحسن والبخريص رفقة والي العصابة سيد محمد والأحمد مولود وبحضور السلطات الإدارية والأملية والمنتخبين معا للوزير قام بوضع حجر لساس للسدود الكبيرة الثلاثة وهي سد أغمم والأفطح بولاية العصابة وبربار بولاية الحوض الغربي إذانا ببدء الأشغال فعليا مزيحا الستارة عن اللوحة ليستمع بعد ذلك لشروح فنية عن حجم السدود وطاقتها الاستعابية وآجال الانتهاء يؤكد على المعنيين ضرورة مراعاة الجودة التي ينص عليها دفتر الالتزامات وإنهاء الأشغال في الآجال المحددة معاي الوزير إن قرار الاستثمار في السدود والأحواض المائية ما كان له أن يكون لو لا تعهدات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لإيجاد حلول مستدامة توفر المياه لجميع الأغراض وإعطاء الأولوية للتعرف على مكان مكامن مواردنا المائية وحمايتها معي الوزير إن الحفاظ على المياه السطحية هو توجه استراتيجي لدى قطاعكم فبلادنا تفقد سنويا وللأسف كميات معتبرة من مياه الأمطار تقدر بحوالي 15 مليار متر مكعب على أقل تقدير وذلك على مستوى المجاري المائية نتيجة لعدم وجود سدود وأحواض مائية لتخزينها ولكم أن تتخيلوا حجم ما يضع وإلحاء الحاجة إليه عمدة بلدية كنكوسا ذمان وضع حجر الأساس لهذه السدود المهمة والحيوية مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بتعزيز نقاط المياه الصالحة للشرب في مقاطعة كنكوسا إن هذا السد الذي نشرف اليوم على وضع حجره الأساس ليشكل حلما لطالما راودنا نظرا لأهميته القصوى في التحكم بالمياه مما سيمكن من حل كل المشاكل المتعلقة بالزراعة بشتى أنواعها والصيد القاري ولكن ذلك لن يتأتى إلا إذا كان هذا السد بالجودة المطروبة وهو ما يتطلب متابعة جدية لأعماله ينتظر من هذه السدود التي بلغت تكلفتها الإجمالية تسعين مليون أوقية جديدة أن تغذي البحارة الجوفية ما سيسهم في وجود مياه صالحة للشرب وتساعد في حل مشاكل المزارعين من خلال استغلال المياه السطحية وحصرها بهاب يريول اليدالي لقناة الموريتانية مقاطعة كنكوسة